بشكل متدرك بشكل متدرك نعمل لايك للحلقة الناس المحترمين اللي موجودين معايا لان معايا حاجات مهمة جدا ومعايا حاجات تقيلة جدا بس انا قلت انسخن مع بعضينا ببعض الاخبار لان في حاجات تقيلة جاي اتكلم مع حضراتكم فيها فاستأذنكم نعمل لايك للحلقة واللي عنده الرفاهية انه هو ممكن يعمل شير للحلقة ده يبقى يعمي اه انعم واكرم ده يبقى يعني اه فتح لنا باب كده من ابواب السعادة اه كنت انفردت مع حضراتكم امبارح بقتنا الوحيد بالمناسبة يعني اللي كان اي لكل المجموعة اللي كانت شغالة معايا في اللايف اه امبارح خبر ان لعيبة نادي الزمالك اه النهاردة اه هيروحوا مستشفى الناس اللي بيملكها السيد ممضوح اه عباس رجل الاعمال الزمالكاوي وقلت لحضراتكم ان اه اه ممكن جدا في خلال الزيارة دية يتم فيها اه توزيع اه يعني مكافآت مالية للعيبة وللجهاز اه وده بالفعل اللي حصل النهاردة وقلب الدنيا على السوشال ميديا الزيارة دية قلب الدنيا على السوشال ميديا طبعا رحش كبالة يعني كل المجموعة وكمان راح اسامة نبيه اه لما سألت اسامة يعني كان قدم استقلته ومشي وطلع واتكلم على النادي وعلى الادارة وانتقد الادارة وبعد كده رئيس النادي طلع وانتقد اسامة نبيه وابل استقلته وقال لك محدش هيمسكنا من ايدنا اللي بترجعنا وبتعيان مهم يعني اه في بعض المحاولات من اه الاستاذ ممدوح عباس ان هو يرجع اه اسامة نبيه لجهاز الفريق الاول في نادي الزمالك هتقول لي وهو على صلب اللجنة طبعا لو مش على صلب اللجنة هم وهم كانوا هيسمحوا للعيبة الفريق الاول بالكامل ان هم يروحوا لممدوح عباس بالتحديد ليه لان يعني هي في ابواب جهنم قريدي مفتوحة انما كمان الخطوة دي هتفتح ابواب كمان اللي كانت مواربة يعني كمان الخطوة دي هتفتح بعض الابواب ده اقول لك هقول لك يعني ان جمهور النادي الزمالك انتو طبعا عارفين جمهور النادي الزمالك بيحب مثلا شكابالا ده قد ايه قد ايه فالنهاردة كمية الانتقادات وكمية الهجومة على شكابالا لانه راح وقاعد جنب ممدوح عباس اه يعني تخد استاد متحة نصح بيقول ليه ليه لان اه حاجتين لسببين يعني السبب الاول سبحان الله يعني اه قليل لما تلاقي جمهور بيجتمع على حد وليل اه الراجل ده جمهور النادي الزمالك مجتمع على انه بيحبوش الجمهور انا بتكلم عن جمهور سبحان الله ربنا يعني واحد زي كده النهاردة ده فعله النهاردة مثلا مش قال لي 234 مليون جنيه ده قال له واجب هو عامله يعني قال له واجب مدفوع النهاردة يخشوله في 244 مليون جنيه كل عيب مئة الف تقريبا وجهاز خمسين الف على حسب ما وصلني يعني تحت العجز والزيادة ويه هيدعم نادي الزمالك برضو بجزء تاني مادي قيل ان هو ممكن يخشوله في 3 مليون جنيه يعني الواجل ده هيتفعله مثلا بتاع 6-7 مليون جنيه في ظرف الاسبوعين 3 دول فتخيل واحد دفع له 6-7 مليون جنيه هما 7 مليون اه متحة نصح بتاع 7 مليون جنيه فتخيل واحد دفع له 7 مليون جنيه ده المفروض الناس تعمل مع ايه ها الناس تعمل مع ايه مفروض شيره فيها دماغها العكس بقى اللي حاصل جمهور نادي الزمالك عن بقرة ابي لا يقبل ممدوح عباس برغم من ان هو دفع المبلغ ده كله ايه برغم من ان دفع المبلغ ده كله فبالتالي الهجوم على لعيبة نادي الزمالك اللي راحت النهار ده وبالتالي كمان اكتر الهجوم على شيكبالي عشان قاعد جنبه وبتاعه مش عافقيه الكلام ده فده منطقي ده انا بجاوب على الاستاذ متحط نصحي كمان طبعا العداء الازلي ما بينه وما بين مثلا ما بين الاستاذ ممدوح عباس او السيد ممدوح عباس مع السيد مرتضى منصور كرؤساء للنادي السابقين واخبالك يعني ايه كمان الخطوة دي هتخلي الاستاذ مرتضى منصور يطلع يدي كمان خلي بالك يعني اه ده هو مش مهندس هو الاستاذ هو الاستاذ مش المهندس فده ده الوضع يعني اللي موجود على الايه على الارض اه بعض اعضاء نادي الزمالك بيضغطوا على الكابتن حسين لبيب انه يدي الفرصة لواحد برضو من رجال الاعمال المحترمين جدا السيد هاني شكري اللي ابدأ استعداده انه يعمل الحفلة بتاعة نادي الزمالك بفوزه بالبطولات بقى كلها السنة دي الدبري العام في الكورة والهندبول والطيرة والسلة كل البطولات اللي اتخذت وانه هو يقوم بتنظيمها تمام ويدوله المساحة والايه والفرصة دي وهو راجل كان طلع اعلا صراحة على صفحته على الفيسبوك في هذا الايه في هذا السياق او في هذا الصدد معرفش هيوافقه ولا مش هيوافقه انما اللي عرفوا ان القرارات اللي زي كده بيبقى ليها حسابات بيبقى ليها حسابات جوة اللجنة اللي موجودة دلوقتي في نادي الزمالك والحسابات ديت حسابات معقدة شوية وهي ديت اللي عاملة مشاكل كتيرة لللجنة اللي موجودة